لا القمع سيتوقف داخل إيران ولا الشرق الأوسط سينعم بالاستقرار هذه خلاصة تنبؤات معهد واشنطن من التعاون العسكري بين طهران وموسكو على خلفية المساعدة الإيرانية في أوكرانيا المعهد قال إن موسكو قد تزود طهران بطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي وطائرات هليكوبتر وسفن حربية وأقمار صناعية وتعاون في المجال السيبراني وحتى الآن أعاق حظر الأسلحة الدولية والعقوبات الاقتصادية ضد إيران بشكل كبير أعاق قدرتها على تحديث قواتها المسلحة وهنا يرى معهد واشنطن أن الدعم الروسي المحتمل يمكنه تنمية قدرات إيران العسكرية بما يحقق لها قدرا أكبر من الاكتفاء ذاته العسكري وقال إن حصول إيران على صواريخ S-400 الروسية سيعيق ضربات إسرائيل المحتملة ضد المنشآت النووية ويقيد غارات إسرائيل على سوريا إذا جرى نشرها هناك المعهد الأمريكي أشار إلى أن التسليم المحتمل لأربعة وعشرين أو لأربع وعشرين طائرة سوخوي خمسة وثلاثين من شأنه تمكين إيران من تهديد دول الجوار وفي هذا السياق بيّن المعهد أن إيران مهتمة بمصنع مشترك مع روسيا لأنواع طائرات الهاليكوبتر حتى تكون هذه الطائرات بديلا لخط الانتاج الروسي السابق في أوكرانيا على الجفهة البحرية تواجه إيران مشاكل في تلبية تطلعاتها وقد تكون مهتمة بالحصول على سفن حربية وخبرات روسية لهذا أكد المعهد أن الغواصات هي مجال محتمل آخر للتعاون الكبير بين طهران وموسكو فقد تستفيد إيران بشكل كبير من المدخلات التكنولوجية الروسية وكخيار آخر يتوقع المعهد أن تنتزع إيران نحو الانتاج المشترك مع روسيا أو شراء العديد من الغواصات متوسطة الحجم التي تعمل بالديزل والكهرباء معهد واشنطن لفت إلى أن طهران قد تستفيد من أقمار التصوير الصناعي الروسية لزيادة فعالية مسيراتها وصواريخها بتحسين قدرات الانذار المبكر لديها أما في المجال النووي يتصور المعهد أن تساهم روسيا في جهد محتمل للأسلحة النووية الإيرانية من خلال توفير التكنولوجيا والمعرفة والتعاون البحثي وكشف المعهد أن إيران مهتمة كذلك بتوسيع التعاون مع روسيا في المجال السيبراني ذلك أن قدراتها السيبرانية لا تزال متخلفة كثيرا عن موسكو كما تأمل إيران الحصول على تقنيات حديثة للتعرف على الوجه والتتبع وأنظمة التحكم في الحشود لتوظيفها في قمع المظاهرات المستمرة المناهضة للنضاء ترجمة نانسي قنقر